قدام جمالها ممكن تتنزل على القرور وممكن تحبك كده بس لو انت قلت ما بحبهش مرحبا 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 ايه ، الله سلام عليكم تخترت الرقم كاما ستة ما معنى ستة تلعي باسكتبول ؟ هكذا ممكن بتهتم بعلم الارقام؟ أبلا هل تعرف اللي بيحب رقم ستة شخصيته عملا ازاي؟ اي بس بسبب شخصتي هو أهم حاجة فيه بما مسؤول ومخلص وكل الناس بتنسق فيه محل السقائعي هل انتي كده فعلا؟ الحمد لله الحمد لله دي خزنة الاستفام هتلاقي حاجة والخزنة اللي هناك دي هتجي بيها وتيجي نوع نكمل إن شاء الله فاكلك لقيت حاجة حالة نايس مالك الجمال البحرين 2010 والهند 2013 ساعة لا مالهند خذيت ميديل إيست شكرا شكرا البحرين 2010 ساعة ايه 2013 كان فيه في الهند كانت المسابقة هي كان شركات من كل أنحاء العالم بس أنا جاب لها فست ميديل إيست اوكي لها المركز كان بقى لو ميديل إيست الأول العالم السادس الثالث سادس 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 ده اقرار سهل و لا صعب كسرت اليه أنا أنا لحين يعني في عندي شيء أبواصل لحق العالم أنه لما البنت تكون توصل يعني مثلا أهمم للأسف أن الفكر العربي أو خليجي ليس بالعربي أن المسابقات مثل الجمال أو شيء أن البنت تعرض نفسها أنا رفضت البس البكيني يعني أنا كنت محافظة على عاداتنا وتقاليدنا حتى بلبسي رفضت تلبس البكيني؟ إيه عشان شذي نقصت من إيه عشان شذي نقصت من البوينت مالي نقصوا حق عشان الميلوط إيه بس أنا من قبل يعني أنا من قبل ويوم قالوا لي أن تبين يعني يوم كلموني كان الشرط مالي أني ماء البس قلت لهم أنا محافظة على عاداتي وتقاليد وشذي وهم احترما ودي الشيء ويعني أنا لأبواصل حق العالم أن الملكات جمال أو بيوتي باجنت مو بحق البنت تعرض شكلها أو جسمها في أشياء أبعد بيوند في الفكر في أشياء وايد إحنا كنا نأخذ كورسز هناك فأنا استفت وائد وائد من هذه التجربة استفت إيه يعني كسبت إيه؟ استفت إنا أولا إحنا كانوا يعطوننا الدروس في كل شيء يعني في الآتيكيت في الثقافة العامة في وائد أشياء وغير ذي إنه بحث ذات أنك تشارك ومعاك أكثر من جنسية أنت تتاخذ منهم أعدت يا دي جوة الفترة دي يعني؟ تقريبا شهر بالبحرين وبعدين شهرين بالهند طيب وإن شاف إن الشهر أو شهرين دول ممكن إن أمولك الثقافة اللي أنت بتقول لي تعلمتها منهم؟ طبعا اليوم الواحد أنت تكسب ألف معلومة ده إنت حابد ده إنتم يعني إذا تستطيع أن تستطيع يوم؟ طب بصراحة، إيه اللي شيله خسرته من ملك الجمال؟ اللي خسرته؟ ما خسرت شيء ولا الناس؟ ولا الناس ولا في الخليل؟ مثلاً ما فيش حد أعترض على ده؟ دايماً أي فنان أو أي شخص لازم يكون عنده ناس تحبه و ناس ضده فأي موضوع في الدنيا مو بس الإنسان يعني أي موضوع لازم فيه ناس معه و ناس ضد فالناس اللي ضدي أنا متأكدة مو ضدي علشان أنا سويت شيء غلط يمكن ضدي خلنا نقول فيه ما أدري يعني أنا ما أقدر يعني الناس أدواق أو الناس عندهم يعني كل واحد وفكرة فأنا ما بيقول غيرة من بعض الناس بس إنه يجوز ما الفرق بين ملكة جمال وبنت حلوة في الفترينة؟ الفرق يمكن مستوى الثقافة، الشكل الحلو ما يكمل البنت، الشكل مقفية يعني أنا أعسى سؤالي، دلوقتي لو بنت شكلها حلوة، وثقافة وليلة شوية ما تبقى حلوة طيب لو ثقافة عالية جدا، بس البنت مش حلوة، ممكن تكسب برضو؟ ممكن، ليش لا؟ لأن، أنت بعض الأشخاص، تشوفهم بحياتك، تتعامل معاهم، تحبهم، يمكن أن يكون شكلهم مو حلو، بس تحبهم، بالحياة، بس تحبهم، بس تحبهم، بالحياة، ونفس الشكل ألا أشبهم على مسبقة ملكة جمال حتى ملكات الجمال، في بوايد ملكات جمال فازوا من قبل، وكانت أشكالهم عادية، بس خلوا الناس تحبهم، كراكترهم فإن الناس تحبك إنه يكون عندك كاريزما وإنه يكون عندك ثقافة وإنه يكون عندك شيء يكون أكثر يعني يكمل الجمال أكثر من الشكل لحاله شيء لو هي دخلة بسببية الجمال كانت حدنين جواهة عرفة أن هي تكسب بصراحة يعني الصراحة صراحة أنا يوم بدخلت ملكة الجمال العالم كانت تجربة بالنسب لي أبدا ما توقعت حتى أكون في التوبتن أبدا ما توقعت ولا حتى في العصر ولا في التوبتن أبدا توقعت أن أبطلع من أول شيء طب لي عشان حسنتي مش جميلة للدرجة دي وإن سقفتك مش مقلت ثقة أولا أنا مبوايد طويلة البنات كانوا وايد أطول مني ثانيا أنا رفضت البس البكيني يعني قلت إنهم يبون يسوون شيء يديد أن يبون بنت خليجية وبيطلعوني من وقت مثل أنا يسوون يعني نفس خينيقول بروباغاندا أو شيء كذلك فأبدا مبقلت ثقة في نفسي ولا شيء بس أنا حسن مع أنك كنت أنا I worked hard يعني ويد بدلت مجهود أن أنا أتعلم وأتعلم كل شيء وأحب أروح أجلس معاهم وأسمع فاللي خلاني يمكن جيت لك الطولة وشسمة وإني رفضت البس البكيني بس نحن تقول عمرنا نتفرج على مسابة جمال أي بلد يعني أو ملك الجمال العالم لازم نشوف في جزء معين في المسابقة بيلبسوا ميون تمام؟ إلي خليهم ياخدوا شيء لو قالت مش هلبس ميون ما ياخدوا أي بنت تانية حالهم إش مهم؟ آآ يمكن يعني أول مرة أعرف أن حد أو مسابقة تتغاضع عن حاجة زيدي صح؟ أولا لأن أنا كنت أراد فايزة يعني طلع علي أن أنا فست بملك الجمال البحرين وصوري انتشرت في كل مكان ودشية المجال الفني ليس بواسطة يعني أو حاجة؟ لا أبدا 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 ولا مدفوع فلوس في حاجة زيدي لا لا أبدا لأن أصلا الجماعة ما كان يعني الجماعة أجانب يعني أنا ما كنت معروفة بالنسبة لهم بس شافوا صوري وطلعوا رقمي يعني طريق واحدة ويعني قصة طويلة وشذي كان في غيرك مقدم نفسه من الخليجيات؟ كلموا أكثر أكثر من بنت بحرينية بس أن أهاليهم ما رضوا أهليهم؟ إيه وهما بعد كانوا مشاركات من قبل فيه أهلي كان عندهم مشاكل في ذا؟ أنا أهلي واثقين فيني ويعرفون شنو أساوي واثقين فينا كلنا إحنا تربينا على الثقة البنت لما تنضغط لما أنت تأخذ بنت تحطها وتسك عليها لا تتوقع نهي ما بتسوي الغلط لكن إذا خليت البنت تعيش وتشوف الحياة جدامها عمرها ما راح تغلط ده المبدأ اللي أهلك مشين عليه ولا دعمتها في الحياة؟ دعمتها في الحياة تعالي نروح على أول خزنة خزنة الحليف أول حرف حرف الغين حرف الغين الغرور الغرور مقبرة الفنان تيلا أنت مغرورة؟ لا صدقة في النفس طيب؟ أم؟ طب ساعت الصدقة في النفس طيلا برور؟ لا لا أبدا طب أنت واسقة في نفسك لي عشان حلوة أو عشان ملك الجمال البحرين؟ أبدا مباشا هلاشي عشان أنا الحمدلله الله الله عطاني كل شيء أي واحد يتمنى حتى لو كان فيني عيوب ما في شخص ما في عيوب بس الحمدلله أنا أقدر أن أنا أغطي عيوبي بأشي أحلى زي إيه؟ يعني مثلا أنا الواحد ما يقدر يتكلم عن نفسه ويد يعني أنا أقول شنو عيوبي أو خلا نقول أوكي مثلا أنا ويد أتخذ غرارات سريعة فهذا غلط مني يعني هذا الشيء بس أنا شلون أغطي؟ لما أخذ غرار سريع وبعدين يعني لازم أرجع السالفة أرجعها الصحة الحمدلله أنت كنت فخورة أنت ملكة جمال؟ نعم طبعا فخورة كنت تبصت بين صحابك مثلا؟ أمري ما جعتني أحد قلت لأ أنا ملكة جمال لا يعني مش بتشوفي نفسك عليهم مثلا؟ لا أبدا تحسن أنت أحلى من نوم وأكبر وأعلى من نوم؟ لا 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 أحسيش ده خالص؟ لا بالعكس أبدا أصلا أنا في حياتي الصدية ويد سفورت ما تشوفني بميكوب كلها يعني تشوفني بسبورتي نلعب باسكتبول وينون كلها نوع الينون يعني أبدا 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 تفعلي معهم بطبيعية جدا يعني أبدا 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 طب لما حد بيسألك أنت بتشتغلي بتحيب تقولهم أنا بتشتغل ملكة جمال لا هاي مو بشغل ملكة جمال مو بشغل ملكة جمال is not work يعني الجمال دي مش شغلها لا ملكة جمال مو بجو أنا أنا بيوتي باجنت بالنسبة لي أن هي هوبي أنزين أنه أنا وايد أحب ولو تتكرر عليه الفرصة بعد رح أدخل وادخل 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 مو رح أوقف لأنه وايد أحب this feeling يعني أما من ناحية التمثيل فالتمثيل أنا أعتبره شرقاً تساعدني كثير موضوع الجمال في التمثيل؟ لا لا يخص هذا الشيء هذا الشيء اللي ما عنده موهبة أنه يمثل أمره ما راح ينجح بعد ما بقيت لي ملكة جمال البحرين حاس أنت أحلى بنت في البحرين؟ لا تحسيش بدا؟ لا خالص؟ لا يعني ما لقب ملكة الجمال مبعن أن أكون أفضل من غيري أو أحسن من غيري لا بس أن حققت شيء غير يمكن ما يعني دعني نقول أنه ما طمح أنه يوصى الله أو أنه حتى فكر فيه جمال شيء لطبيعي؟ طبعاً من غير أي عمليات؟ من غير أي عمليات؟ ولا شيء ولا عملية؟ ولا عملية ولا سنان؟ ولا شيء خالص؟ لا الآن تعريباً أعلى دعونا نقول ضده معا ضد لما تكون البنت أردي الحمد لله يعني الله معطاها كل شي زين فحرام تغير فيه ومعها لما الواحد يصيده مثلا تشوه أو شيء أو يعني مثلا في تصيده أشيء يضطرني يسوي يعني أما أنا عن نفسي الحمد لله ما فيني شيء بس يعني ممكن لو صرت كبيرة وصار عندي هاي تجايد ممكن أسوي شد مو شد وتكساو مو عدوني وذك وذك صراح طيب اللي ربنا خلقه جميل وشكله حلو بيترياء على الناس لتعمل عمليات؟ لا انت عمرك بيترياء على حد؟ لا بس أنا عورني جلبي لما أشوف واحدة كان شكلها وايد حلو ولعبت فيه وصارت يعني مو أدري تتبين أنها فيك أس كليكي سورة حطها كده مسكة حوقنا اي قد تحقيلي فيها ايه بالزبط شوكولت لكن ترياء على ايه؟ لا كان شوكولت أه بس مش تريع على حد معينة لا 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 بشخصية معينة مثلا؟ لا لا أبدا 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 أنا أحترم غيري وتاني شيء أنا ما عندي أي عدوات ولا أحب أخلق عدوات وإنسان مستعمل أستري ملك الناس بتفهم حاجاتها هذا؟ كل واحد هو تفكيرة كل واحد وأصلا شنو شنو هو تفكيرة؟ يعني عندنا مثلا نقول كل من يرى الناس بعين طابعة فأهم دم تفكيروا متشذي فأهم متشذي أنا متشذي نعم طب لو أنت ما كنتش ملكة جمال كان داي برد فعلك برده منه هل اللي انت عشان وهص كان انت حلو وملكة جمال فمش عاجبك موضوع عمليات التجميل؟ لا Type My Group لا إخواتي حلواته وما فازوا ملكات جمل ولا شانو إخواتي؟ ما إخواتي؟ إخواتي إيه؟ أي إخواتي ؟ أه بس ما شركوش بالمسابعة زي دي؟ لا مش تركه بس هم حلواتي يعني منه يأني ونفس التقلني أنا عندي خواتي كلهم عندهم فعالة ما فيش واحدة فيهم فكرت ليه تدخل في المسابقة زي لي في الواحدة فيني عندها موهبة معينة انتي أحلى ولا أخواتك أحلى كلنا حلوات فيه يعني النس أدواء ما حد يقول يعني أنا ما قدر أقول عن نفسي إنه أنا أحلى نفسينه عليك لما بقيت ملك الجمال لا يحبوني خالص؟ مبسوطين بيك يعني طبعا مفخورين فيني بعد في حد ألا عليك مغرورة قبل كده؟ ناس بتاخد انتبع عنك بسا في الأول اللي ما يعرفني يقول عني مغرورة ليه يبقى؟ لأن أنا خجولة فأول ما أكون في مكان يعني مثلا وفي شي يعني يمكن ما يصير أقولها بالتيفي بس أنا بقولها عادي أنا عندي مفاهية بالخليجي ماذا تقولون مفاهية يعني شنو تقولونها بالمصرية؟ يعني ممكن نقول إن ملامحك مثلا فيها غرور شوية؟ لا مو بعن أنا لأنا تؤاد خجولة لما ديش مكان أكون يعني أكون يبين عني أن أنا ما قاعد أكلم حد أو بس أنا كن من حرجة ما أعرف شو أنا أتصرف بيبين أن أنت عندك الأنا عالية قوي يعني؟ لا لا كن من حد الناس بتفتكرك يعني الناس بتفتكرك من كتر ما أنت مكسوفة مش عايز تتكلمي حد الناس بتفتكرك بتتنيكي على الناس ساعات إيه ساعات يفكرون عني تشدي بس لما يهيوني يكلموني وتشدي أنا قاعد أحاول أغيرها الطبيع في الخجل زائد لكن بيعرفوا بعد ما يتعرفوا عليك بيعودوا بيعرفوا أن أنت إنسانة بسيطة ومش ما أقولونا خالص لكن أنت فعلا كده ولا أنت بتحاولي تثبيتي للناس أنت كده لا أنا ما أحاول أثبت حاجة حد مش عاولي أنا مش مصدقك لا أناك ما تعارف ميلا يعني جايز في آخر حلقة أكون مصدقك يعني أنا أنا بحاول بحاول أخطف منك شوية حاجات كده من عينك أبص أشوف لأن العينين أكتر حاجة متهالي تفضح البنيات لا أنت لما تعرفني أكتر بتعرف أنا شأن شخصيتي بس أنا ساعة أكون رسمية في بعض الأماكن والرسمية دائما تبين للشخص أن الإنسان اللي ويامه وأنا قاعد أحاول أن أنا شيل الرسمية وقاعد أقول كلام ما ينقل على التي بي فعشان يعني أنا يبين أن أنا يعني أنت تحاولوا تكون الوقت تتبرري أن أنت لا أنا ما أبرر أنا أنا أمبيل مي يعني هاهاهيه هاهاه هاههه هاهه هاه 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 تعالوا على الخزنة البعديها حرف التي يلي يعني تردد مسلاَ Хотя إيه أنت مترددة في اختياراتك؟ بليه؟ بسبب ايه؟ أنا وائد أفكر وائد عندي أنا يعني إنسانة وائد تنشن بعض الأحيان أقول يعني بس بناحية الشغل مو بأي ناحية ثانية ساعة لما حد يبقى متردد بيبقى ضمع شوي أنت ضمع؟ أه لا أنا نفس معجلت أنا متسرعة ونفس الوقت مترددة سجنة أنا بعض الأحيان أخذ غرار سريع وبس أنه بعدين أكون وايد مترددة في أقدر يعني أن مثلاً أن مثلاً أخذت غرار بعدين وقت أن يعني أنا يمديني أن أغير هذا القرار فأكون وايد مترددة في أني أكون مع شيء يعني قصداً بالشغل أنا أتكلم بس بالشغل فوايد مرات أن أنا أخسر أشياء بسببت أن أنا ما أفكر قبل أخذ غرار بس ساعات يبقى فيه مثلاً حد يبقى طمع في حاجة في الشغل بيطمع لحاجة أحسن شوية الطمع ما يسمونه طمع يسمونه طموح إن الواحد يطمح للأعلى وهي شيء مشروع يعني الطموح ده بس لما يعني لما يبقى عندك طموح يبقى عندك مقاومات عليه صح؟ الحمد لله لكن الطمع ده يعني بتبقى عايزة حاجات كتير وإنتي ما عندك إش المقاومات اللي إنتي تخليك توصلي لحاجات أنا حالياً أطمح وقاعدة أشتغل ما بيشيني بسرعة لأنا الشيء اللي بسرعة يروح بسرعة والحمد لله أنا يعني متخوفة من الشيء اللي قايا يصير معايا لأنا أنا الحمد لله في فترة وجيزة حققت أشياء نونس سنين تشتغل عليها مع هاي فأنا خايفة إنه يعني تروح مني مثل مايات بسرعة طب إيه السبب أن أنت عملت كل الحاجات دي فترة قصيرة؟ أنا أصلاً ما كنت أفكر أدخل المجال الفني ولا الأضواء ولا الشهرة ولا شيء أولي قالك الواحد هو أنا كنت أدرس بالجامعة يومي ريسورز مانيجمنت تخرجت بتفوق بعد فأول ما تخرجت أنا تخرجت يعني بسرعة إحنا كنت واي أخذ ساشنز وتشذي فأي يوم تخرجت صار أنه عندي فوتو شوت وشي أنا أحب أصور يعني أصور حقي بس كانوا يأخذونها الناس يحطونها وتشذي وتشذي فطلعت صورتي يعني انشهرت صورتي وعقبها انعرضت علي أشياء وايض وقلت خلا جرب والموهبة قتلك يعني فاقعة كده؟ بعض الأحيان أنت تكون عندك موهبة في شيء بس أنت ما تكون أنت عارف أن أنت موهوب في هذا الشيء إلا عقب ما تجرب من مثل أول أنت أو أخواتي؟ طبعا خواتي شيء ما أختي تمثل من يوم كان عمرها ست سنوات كانت تمثل مسرح و... ويا كانت سبب أن أنت الخليج تمثلي؟ هي كانت من يوم كنا صغار كانت تتحن علينا مثلا وتبدق لنا المجابس ما كنا نبيندش بس عقب قناعة دخلنا أنت عنديك اثنين بنات سوال أخواتي؟ ثلاث أنا يعني وياهم أربعة ضيعت ثلاث خوات كلنا أربعة بنات الأربعة؟ أربع بنات والأم؟ أمك كانت تتمثل بعد كانت تتمثل برضو؟ وبطال التمثيل؟ هي يعني ظروف البيت والأهالي وتشذين من غير أي وصايت؟ يعني كلكم تتمثلوا عشان الموهبة موجودة؟ موهبة وهواية وحب الشغلة هذي مين أنجم واحدة فيكم؟ مو أنا اللي أحكم من أنجم واحدة فينا إنتي شايفة؟ شايماء أختي ما نمحي تاريخها يعني شايماء بتمثل أكتر منك؟ شايماء تاريخها الفني؟ رمري مين بيخترس أكتر أنت ولا شايماء؟ لا 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 ما فيه ما أدري ما أكيد عرف يعني أنت عرف التاريخ دي كام في المسلسل وأختك بتاع الكام اكيد منكلم كسوق مش كأختك دلوقتي منكلم على اثنين ممثلة شي ما أختي أنجم مني واشهر مني وطاريخ خلفني بعمري فمستحيل أني أنا أمحي تاريخها وأقول أني أنا أنجم منها لأنه يعني مهما يكون هي ناجمة وإيه اللي اسمها معروف وإحنا كلنا من بعدها دخلنا هالمجال بس الجمال يساعد صحيح؟ الجمال يساعد طبعا بس أنه يعني مثل ما قلت لك ساعد ساعد؟ ساعد؟ لا 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 ما يخص وائل بنا الجميلات وما يعرفون يمثلون طلعوا فترة وطاحا وخلاص عمره الجمال ما كان شي يعني يخلي الشي يدوم يعني الجمال ما رد يروح عقوب كم سنة أنا بظل صغيرة كم سنة بظل بهالعمر فبنتي لي عايزة بطاري تمثيل كل شوية تطلعك تقول لي عبطر تمثيل ما كتبا بطار ترذيل موتيش كده؟ لا طب صعب تتخنقي مثلا من الشغل بتزهقي مثلا بتملي من الحياة بدولي وش عايز اشتغل تاني؟ ام لا بس أنا أنا في وايد يعني بسرعة أبكي بسرعة تأثر فلاحن ما عندي ما عندي القوة إني أواجه يعني ما بقول إن أضعف شخصيتي لا بس أنا يعني متعودة إن شايماء هي تسوي لنا كل شي هي الأم، يعني أمنا بالوسط الفني، أي شيء، أي شيء فيه، أي مشكلة، شيء ما، أي لو، تشذي تشذي صار، فهي تحل لنا مشاكلنا، فلحجة الحين ما تعود تكون مسؤولة عن نفسي، فعشون تشذي أنا وائد حساسة، وائد أتحسس من مواقف، بس الحمد لله أن أنا، يعني شيء ما أختي هي ظهر، ظهرنا بالوسط الفني، هي لأنها آنت وما كان عندها أحد وياها، بس لحنا نحن عندنا هي. ترجمة نانسي قنقر 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 الحمد لله الحمد لله ما عندي اي مشكلة و انا طبعي ان انا ما احب احتك ويد بالناس يعني اكون يعني مجال الشغل يعني اختيش جزء من شغلهم يعني مثلا لو انتي مش موجودة ما كانش فيه حد ممكن منهم يشتغل فانتي اخدتي شغله ما يصير لان انا اللي سني لي وضعي لي شكلي لي دور يناسبني كل واحدة كاركتر كل واحدة شيء موجود شكل ده مش موجود انهاك في الكويت بلا موجود شكل بس كل دور لكاركتر معين يمكن هذا الدور يناصبني انا اكثر شيء والمنتج يتوف ان انا يناصبني اكثر من اي واحدة غيري طب ايه اللي خليهم اجيبوا ممثلة بحرانية في مسلسل كويتي مثلا وبتتكلم باللهجة الكويتية ما اجيبوا ممثلة كويتية على طول تروايب بنات في الوسط الفني طالعي من الكويت من الكويتية يعني مثلا بيتمعوا في التوزيع يعني بيجابوك عشان التوزيع مثلا اهو شغل ما فيها شاي لو احد يستقل اسمي لانها شغل وانا اخذ اللي لي مقابل شاي يعني انتشاف الاسم يسمك بيع يعني لك يعني بصراحة يعني ما قبل اقول لنا لو لانا انا الحمدلله حققت شاي يعني فالحمدلله وثاني شيء بعد ان ما في فارق يعني احنا كلنا كل يعني خلي نقول احنا بالخليج مشتركين بكل شيء يا تعالى التمثيل بعد نكملها احنا قاعدين نبني صورة ان احنا دولة واحدة الخليج كلها دولة واحدة وعقبال ما يصل الوطن العربي كلها دولة واحدة يا رب ان شاء الله ان شاء الله عروض الازياء بطلت عروض الازياء عروض من كانت شغل كانت هوايا و بالعكس انا ما يعني ما عرض الازياء انا احب الكات ووك الرانوي وعبل يعني شاي خليني احس متعة يعني و بطلت لي يمكن لأن ما عندي وقت وقت ولا شايف أن أنت بيتي نجمة ما ينفعش أن أنت تمشي فلوس الموضل بصوح أجل هذا شيء أنا أحبه هذا شيء أنا أخترته يعني لما أنا اخترته ما اخترته علشان فلوس ولا علشان أنا شهر ولا علشان شيء علشان شيء أنا خاطره أسوي وسويته الحمد لله حسيت أن أنت مكانتك كممثلة أهم من أن أنت بكوني عرض أزياد مثل ما قلت لك أنا عرض الأزياد ما قم بالنسبة لي شغل ولا شهرة ولا شيء قم بالنسبة لي هواية والتمثيل يبدأ معك إيه مش هواية التمثيل بدأ معايا الشغل وبعدين شفت نفسي أنا عندي موهبة وبعدين شفت أن الشغل حلو شيء مو بروتيني كل مرة يتغيرون النوت ويتغير الدور يتغير الكاركتر فشيء وايد حلو داروا عرخزنا لبعدها حرف الكاف حرف الكاف الك cav الكد سعب تكذبين أنا أكثر وحدة لنشذبا تنفضا ل quêبي بال عليك على طوب معايا أنا ويت صريحة اي شيء في مخي أقولها اي شيء في مخي أقولها اي شيء في مخي أقولها احنا تعودنا في البيت ان احنا ما نشذب لأن يعني أوكي أنا بتعاقب على الشيء مثلاً اللي سويته يعني لو تشدقت بتعاقب أكثر يعني دبل بس عجلك على حاجة ما فيش إنسان ما بيكتبش طبعاً بس كل اللي بيكتبه بيقوله نفس الكم اللي انت قلديها أنا بيكتب وبيبان على اللي أنا بيكتب صج صح؟ مهدراً بس أنا صجي بيان عليه وخلي نقول يعني يعني كدب أبيض كدب أبيض عشان تعدي مثلاً مشكلة ممكن كانت تحصل ممكن ممكن حاجات بسيطة حاجات بسيطة لكن كدب ممكن يؤذي لقدامك مش ممكن تعمليه لا 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 طبعي الكدب أبيضة انت قد بديها مثلاً حاجة صغيرة مثلاً ماذكة ماذكة وأنا يعني لما يعني دخلت بيوتي بانج نطلح السوالف هذا يعني يعني هذا الشيء يخلي الواحد يكون صريح ويكون مع السلام والبيسمانت هلأ الشيء يعني طبع يعني ما أجنب أقول أن أنا يعني أبداً مؤتشة ده بلا لا يمكن يمكن بس ما علي باين علي حاجة بسيطة يعني لو في حاجة كدب أبت وما كدب أسوار من ساعة ما عدتي معي كتبت علي في إيه عشان تعدي الليلة تذكرت شيء قلت لك أن أنا ما حطيت إضافات أنا حطي ميكب الميكب تعتبر إضافة بس ده مش مش إضافة أو إلا إضافة حاجة بسيطة يعني أنت مش مش شافي أنت حطي مثلاً فول ميكب مثلاً ميكب إضافة بس أنا سمعت أنت قبل ما أدخل هنا غيرت الميكب بتاعي ثلاث مرة بسع مم ليه؟ مترددة برضو؟ شكلك حلوة ومش حد؟ مو بس تردد لنا أنا اليوم تعبانا فميكب وقال يثبت في ويه شكراً حياً مو بسرع مو بس إن الجرائد البحرينية تكتب عني وإني يستيضفوني في مقابلات بحرينية حق التفزون البحريني هذا بحد ذاته فخر ما حدش عليك لا إزاي تقدم نفسك في مسابة ملكة جمال لازم في ناس بتقول بس ما حد طلع بالجرائد أو بالتفزون وقالها الكلام أنت رقم كم في البحرين اللي قدمت نفسها في مسابة زيدي أول واحدة بحرينية تقدم من سابقة ملكة جمال البحرين وآخر واحدة لا أقبي دخل أو كمان يعني أنت اللي فتحتي الموضوع يعني الحمد لله بعدك كتير في ناس دخلوا؟ لا مو كثير بس في بنات داشا كان في تحفوزات؟ لازم لا بد يعني زي إيه؟ زي اللبس اللبس يعني قالوا لك مثلا اطلعي بس ما تلبسيش كذا ما حد يقول هالشي الواحد من نفسه يعني نفس ما قلت لك البنت انت لما بتقول لها لا ولا 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 به يوم بتسوي هالشي يعني رفضت تلبس لبس معين في مصابقة ملكة الجمال عشان شي لا ما بتلبس كده ولا عشان ناس ما تقولش شي لا لبست كده عادات والتغاليد وأن أنا أكون بنت خليجية لازم أتكون بالصورة الخليجية اللي إحنا تربينا وعشنا عليها حتى لو أنا كنت ألبس هاللبس ألبسه مع نفسي يعني لو كنت يعني أنا ما أقول عن نفسي أنا ألبس أو يعني أو ما ألبس بس هذا صورة صورة أنا أكون صورة للخليج فأكون بالصورة يعني عشان نتقل يعني لو أنت مش خليجية كنت أتلبسي كونه مو شرط مو شرط يعني أنا تربيت أن أحلم وأن بس هذي وأن هذا غلط تعجبت أمريكا أزاي تلبس إيه في أمريكا تعني موضوع مختلف تماماً 180 دول أه لبس لتي شورت شورت ولا عبسللا يعني دخلتي مصابقة مالكة جمال في أمريكا هتلبسي اللبس اللي رفضتي تلبسي لو دخلت مسامغة مايكت جمال في أمريكا ما درا هي يعني لا أكيد بارفض طبعا بارفض ويمكن ما شترك لو كان هذا شرط لازم يا لو كان شرط لازم كنت ترضي تعملي كده ولا في أمريكا لا لأ عشان عرف رأنتي مش تكسب يعني في أمريكا مبعا أكسب ولا ما أكسب علشان قلت لك أنا صورة للخليج أنا يعني أمثل الخليج وما أرضى أمثل أكثر عاداتنا وتقاليدنا وكون صورة سيئة للخليج إيه الحاجة أنت نفسك تعمليها؟ ولحد النهاردة مش عارفة تعمليها بسبب العادات والتقاليد أمثل فلم هندي عايزة تنصلي في المهندي؟ ما مسلتيش أبي كده في المهندي؟ طيب وإيه علاقة الهند بالتقاليد يعني أنا عمري شوفت في المهندي فيه مثلا مشاكل أو لبس أو مشاكل ومو بس لبس في مشاهد يعني أنا يوم كنت هناك في المسابقة كنت وائد أقولهم أبgue أمثل فيلم هندي أبّى أمثل فيلم هندي و drunk وإنعرب عليه بس متأرض عليه فيني هندي؟ إنعرب عليه هناك لأنا كنت وائد يعني كن مرة كنت أقولهم أنا أحب أمثل أمثل فيلم هندي وإنما أعرب عليه كان يعني نفس مقتلك فيي مشاهدة يعني تكون كون مقلة تعليميني ازاي في الفيالم أين؟ أنا حبّا أتكلموا هندي يعني ما عارف وائد أنت عرفتك كلمة هندي يعني؟ طرع طرع يعني تعلمتي هندي عشان تمثلي أفلام هندي؟ أنا وادة تابعة أفلام هندية وأحب الأفلام أحب الفن الهندي بشكل عام مين ملك الجمال الهندي؟ أشوار غيرايد، بريانكا تشوبرا من بعد، وايد والله في فازل أنت أحلى ولا أشوار غيرايد؟ كل واحد لها جمالة كل واحد لها شكلة، كل واحد لها جمهورة دلوقتي خلصت خزن الحروف هنروح لخزنة الأرشيف الكلام اللي أقولك ده كلام تقال عن إسانك أنت أنت اللي صرحت بيه في الصحافة الفنانات المتجنسات شوية صورة الفنانة الإماراتية قلت كده فعلا؟ الإماراتية؟ جلت الخليجية بشكل عام جلت الإماراتية لأن أنا ما أقصد شخص معين في طب تقصد مين متجنسات؟ أبداً ما أقصد حد معين بس فيه مو متجنسات حتى أهم أصلاً ما يمتلكون حتى الجنسية الإماراتية أو البحرينية أو الكويتية أو السعودية أو الإكترية أو العمانية يكونون مو بخليجيات وأنا مو بعمصرية ولا ضد بس لا تطلع واحدة تقول أنا من هذه الدولة أو أنا من البحرين أو أنا من هنا أو أنا من هنا نفس ما قلت لك أنا لما باشترك في ملكات جمال أنا بكون صورة للخليج فأنا ما أرضى أن الناس تشوف الصورة الخليجية مشوهة إحنا تعودنا نشوف البنت الخليجية في إطار معين ممكن أنا أكون مو لابسة عباية ممكن أكون مو متحجبة بس أكون يعني خلنا نقول في إطار معين إحنا ما تجاوزنا للمت مالنا أما ليه بتحبي ميسا مغربي؟ لا أتبع أنا أحب ميسا ويد أحب ميسا وما حب أن أزعلها ما بيها تزعل مني أو شي هي فنانة مش بتشوه الصورة؟ لا أبدا شميعها؟ أبدا فنانة راقية ومحترمة راقية بنت راقية أما اللي بيشوه الصورة دول بيعملو هي يعني في بلات بوجد نظري أنا ما أحب أتكلم ويد ديتيل ما بيقولش على شخصية معي أنا بقولك الفنانات دول بيشوه الصورة الزي صاروا ويطلعون في التوفيزون عشان ينشاهرون ويروحون حق مجالات ثانية غير ذلك مان غير ذكر أي مجالات هي مجالات مو تشوهت حتى صورة الفنانة صادت إن الفنانة يعني تنطلب في مر وين في مر وين عشان في جلسات مثلا في عادات في سهرات؟ مثلا طب إذا علاقته بالفن مثلا؟ هم؟ هي علاقته بالفن؟ طب دي مقدم حياتها الشخصية؟ صح صح بس هما يستقلون هالشي علشان مولكل طبعا أنا أبدا ما أقول لك لذلك الشخصيات جدا غليلة ويعني وهذا الشخصيات أصلا تطلع فترة وتختفي ما يتمون أصلا طب عشان شي أقول لك أن أهم يشوهون صورة البنت الخليجية طب إشم معنى أنت دخيلة على الفن السعودي والكويتي؟ والناس ما بتتدائش منك؟ يضايقون يمكن يعني ممكن يكونوا بيضايقوا مني؟ يمكن يضايقون مو بلأن أنا بحرينية أبدا لأن أنا مثل ما قلت لك إحنا عندنا شيء اسم أن الخليج كلها دولة واحدة فلما تكون بنت خليجية من أي مكان ما هل يكون عندها أي اعتراض عليها مزين؟ حتى لو كانت بنت موب خليجية ما في أي اعتراض في وايد فنانات موب خليجيات ومحترمات وسيدة ويمكن أحسن من وايد بنات يكونوا خليجيات بعيد في التعامل وفي الاحترام وفي الأدب وفي كل شيء بس في ناس تشوه الصورة رحلت بالتحب دعيز أتجوز كيرستيان وورنالدو هل دعيز مياني أم كانت تهريج أو أنت تحبي بيتحبي تتفرج عليه كان في مسألة كاس الخليج كان يقوم بالبحرين وكلمني صحفي قال لي بما أنت تشوفين كاس الخليج أي دولة تشجعين قلت له البحرين طبعا أنا شجع ديرتي فقال لي من هو اللاعب اللي تحبينا قلت له ما راح أقول اسم اللاعب خليجي يعني فاتر تصير شيعة ودنيا وشي طبعا كل اللاعبين فنونين يعني بعد وكل واحد لعبة أحسن من الثاني يعني متقليلا منهم بس أنه قلت ما راح قال لي لا لازم أصر عليه إلا أقول اسم اللاعب قلت له رينالدو الناس قال لي نزيل لو لو قلت بتتزوج شبتتزوجين قلت له إي ما تزوج أليش لا لو أسلم قلت بالمزح يعني وصارت تقال في كل موقع أكل تهريك يعني إيه بس يعني بالعكس يعجبني رينالدو يعني لو كريسيانو قي قال لي لو كريسيانو قي قال لي أنا عايز أتقوز هو متجوز مثلا هو مسلم هو مسلم هترددو بإدرة لا لا يعني هي دي لا توقفك بس عن جوزك الكريسيانو لا يعني ما بيصير الشي يعني ما أدري ممكن تتجوز من أي جنسية ولا لازم نفسي جنسيتك لا عادي أي جنسية ليش لا الريال معا الريال لما يكون شخصيتها حلوة ويعتمد عليه في كل شخص في كل قصد المواصفات اللي أي بنت تحلم فيها ما تهمني جنسيتك هيفاء واهبي سبقتني جمالا هل تقولت كده؟ مجلة أجنبية 99 ومن حطوها حطوها هي رقم يعني رقم قبل وأنا فإحنا كنا العربيات الوحيدات وهالشي جدا يعني إن مجلة أجنبية تكتب اسمي ومع هيفاء هذا شي حلو أنت تحب هيفاء هنا؟ بتشوفيها حلوة؟ طبعاً تحبيها أكثر أو ميساء مغربي؟ أحب ميساء مغربي هيفاء أحلى منك؟ كل واحد لشكله ما ما قدر أقول فلانا أحلى فلانا مو أحلى أنا عن نفسي كل شي فيني عاجبني ما في شي معاجبني يعني هيفاء الآن في مسابة ملك الجمال وشيلا في مسابة ملك الجمال مين اللي يكسب؟ اللي تتكلم أحسان اللي فكرها أحسان اللي تسوي كل المراحل اللي نحن نفوت فيهم تسويها بدرجات على هي اللي بتفوز بعيداً عن الشكل بعيداً عن أي شيء هيفاء ممكن ترضى تلبس لبس اللي أنت رفقتين؟ عادات والتقاليد تختلف بيني وبينها بمعنى؟ بمعنى أن أحنا بالخليج شوي متحفظين أكثر عشان شيء يعني إيه اللي هتكسب؟ مادري يعني هي بنت جميلة والعاقس يعني لا أرى لا أسمع لا أتكلم دلوقتي أسألك شوية أسئلة عايزة تجاوبي عليهم جاولي مش عايزة بناشى رمام؟ أو عمتاً حواليك يعني مش كلامنا إحنا يعني شيلة عندها عقدة نقص عشان بتتباهى بنفسها كتير هلو عقدة نقص أن أنا أتباهى بنفسي أبداً ما أتباهى بنفسي خالص؟ لا فخورة بنفسي فخورة باللي وصلتها بس ما أتباهى أو عقدة نقص أبداً لا يعني ترد عليه بإيه؟ لا أرى ولا لا أسمع ولا أتكلم؟ إن أنا عندي عقدة نقص؟ لا أسمع ولا أرى؟ لا؟ أنت مش شايفة أن أنت ما عندك إشعاطتنا أناس؟ شيلة هي اللي بتطلع إشعاط الجواز اللي بتجيلها ههههههههههههههههه Championship ما طلع إشعاط ولا شيء أنا أصلي فيه هناك دايمة يتقولك أنا فلان اتقدم به دونيشّ طلع إشعاط يعني يعني شولنا عدوكين ت coron Obama ليست حسسين في الأذن من تحسس الن affects you كل الناس أكثر أبداً مو محتاجة هالشي ك Campbell كلش مو محتاجته الأشي اللي أنا وصلت لها يعني إترجعني ورا لو قلت أن أنا فلان يابي هذا الأشيّ اللي ترجع ورا يعني للأسف اللي تشوف ان انا جعل اطلعها الشيء يعني شغل يعني وما المهرك اللي قالك بالشيك بميون دولار دليل هذا هذا انا عندي طبعا بالواتساب وايد ناس اتكلمني طراشلي واحد بالواتساب وانا حطيت الصورة في البي بي ام البي بي ام كلها يعني رابعي الفرنز يعني الناس المقربين مني رابعي واهلي وشذي فحطيت الصورة وكنت كانت حتى ضحكا كانت شيك بجد يعني؟ ايه حتى عملت شيك فعلا؟ ايه نطرشينا لي بالواتساب وحتى انا ما رديت على الشخص اللي هاي حطيته وبس وانا عندي في البي بي ام اكثر في البي بي ام عندي كلهم فرنز بس في صحافة شوي وفي فنانين فانا اخذت الصورة وصار خبر ولا انا ابدا يعني حتى خواتي وامي ذنين عصبوا علينا ان ليش حطيتي الصورة من الاساس قلت لهم بس شذي مزح بيني وبين رابع هو الصج فعلا في حد ارسلي هالصورة بس انا ما ارجع نفسي وراء انا قاعدة اروح جدام ليش ارجع نفسي وراء بهالاشي الفنانة الكويتية امل العوضي بتقولها مش مزدائكي براحتها ما مو مضطرة برنا ايه مشكلتك مع امل العوضي؟ ابدا ما في مشكلة ايه مشكلتها يعني معاك انتي يمكن هي عندها مشكلة معي بس انا ما عندي اي مشكلة معاها انتي بس قلت علي ان هي ملمحها كبيرة فمجت قلت 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 قيلة ايه مشكلة يعني من سنها ايه ما عارف انا تشام عمرها عشان اعارف تشام ايه شكلها بس انا يعني مثلا طب انتي مش شايفة ان ست تقول لي ست انتي ملمحة كبيرة ده شيء مش مستفز ماتري انا ما قلت لها يعني ولا سئلت عنها وقلت انها فنانة جميلة وجدا جميلة بس يعني ما تبين بسني علشان انا يعني اتنافس معاها او شيء مستحيل ليش انا بين يعني انا اكبر او شيء عادي يعني انا مو شايزة عني لا مستحيل ان انتي تقولي على ممثلة كده من غير ما يكون فيه بينكو حاجة انتي عايشت بيني ابدا ما في ايشي بيني وبينها بالعكس ابدا ولا حتى يعني لما التقيت فيها يمكن مرة او مرتين وسلام بيننا وابدا ودواتي بتسلموا على بعض عادي عادي يعني ما عندي اي مشكلة معاها مستحيل يعني هي 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 يعني ردها كان علي كان يعني انا ما حب اني انا ارد لان انا ما هاجم صديقاتي الفنانة او زملائي الفنانين والفنانات مستحيل ان انا اهاجم او اني اغلط او اقض كلام عليهم لان انا احترمهم وهي لها هي بالوحصة الفنية اكتر مني اخر سؤال اسألوليك هترد عليه بقى او لا اتبسطي معايا النهاردة ايه؟ مش مسال بقى ايه والله ايه انا انا كنت عبانة مريضة عشان شي قعد تحسن انا بسطت معك جدا النهاردة شكرا فضل الوقتي بس خزنة السر هذه السر دي عطلع ليك فيها حاجة هتشوفيها هتطلع ليك سؤال انا مش هقدر هسروليك بصراحة انتي هتشوفيه و هترد علي الوحدك بعد ما اطلع من البده اوكا يلا يلا اوكا هتطلع يبسوط عالي و ترجع ايه بتوفيناك ترد على كل الهجابات اللي انت عايزها اوكا ديه؟ اه الشي لا صعب تميل تتجوز جواز متعة لا لا تقبل عن لا لا علشان احنا عندنا ما عندنا شي اسمه جواز متعة جواز المتعة احترامي لكل الطوائف المسلمة وكل مسئانة من طائفة سنية و ما عندنا شي اسمه جواز المتعة درغée ترجمة نانسي قنقر ارتكال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة